اشتركوا في القناة وبلادهم زي ما قلنا في الحلقة لو لا كان يصطاد ويجمع في الغلة البالية بدون ان يعرف كيف يدجن الحيوانات او يزرع والمورخين طبعا شبه مجمعين ان الانسان دي بتربية الحيوانات بعد صيدها لانها اكتشف انه ممكن يكتر منها بسبب توالدها بدل من يأكل حيوان واحد وممكن يستثمر فيها ويأكل كل ما تلد او يكبر مولوداتها المهم وفي نفس الوقت تعلم يستفيد من اللبن امتاعها الحلب امتاعها لو كانت تحلب وفي حالة طيور يستفيد من البيض امتاعها الدحي امتاعها الفكرة كانت ديما استغلال يعني هذه الحيوانات في صالح الانسان مثلا البيض كان الانسان البدائي وهذا يعني قارناه ببعض المجتمعات البدائية حتى اليوم على فكرة اللي ما دلتش التجين للحيوانات ما زالوا يدوروا عليه عشاش الحيوانات باش ياخدوا الدحي امتاعها وما زالوا يصطادوا من اجل اللحم ففكرة استئناس الحيوان بالرغم من بساطتها الا انها بقرية تدل على ان الانسان البدائي او الاول فكر في المستقبل وحاول يستغل ما حولها لأكبر قدر ممكن من الاستفادة حتى العلم الحديث على فكرة مغير شي بالنسبة للاستئناس بالحيوانات طبعا كبرنا المعالم المعامل وزدنا تقنياتها لكن قاعدت الفكرة نفسها تاخذ حيوان تجنى وتخليه يختم لصالحك تستغله في الهليب جلده للصناعات والألبسة والصوفة الى آخره طيب استئنس الحيوانات استئناس حينات ورعيها طلعت منها صناعات هلبة اللي هو تجن الحيوانات نقصد مش استئناسها تجن الحيوانات ورعيها طلعت منها صناعات هلبة شال علاقة هذا بنفسها في الواقع فيه معلومات ما عندهاش علاقة بنفسها بس لكنها مهمة جدا بنذكرها هنا على فكرة النفسين مش استثناء عن باقي البشرية في قضية تجين الحيوان واستئناء سهوة لآخره المهم المعلومة اللي بنقولها من عاش علاقة بنفسها بس لكنها مهمة بنذكرها هي كيف حدد علماء اللغة عمر اللغة الأمازيغية وهي واحدة يعني واحدة من ضمن المحددات على فكرة يعني تورقها الجغرافية اللي عايشين فيها اللي هي تمزغة كلها والتوزع والتنوعات الأمازيغية اللي موجودها واتحادها في الألفاظ الأساسية اللي هي صوادي شلست وغيرها تدل على قدمها مثال يعني الأمازيغ مجتمعيين علي كلمات متعلقة بالتجين مثلا تفونست، ألغم، أغيول، طغط تيلي دليل وضع أنه طبعا في بعض الفوارق والأخير هو بعضهم ساقت منهم كلمة والأخير لكن الغالبية العظمى عندهم هذه الكلمات دليل واضح أن هذه الأشياء حصلت لما كان الأمازيغ مجتمعيين وهذا التدجين طبعا صار من يعني تخيله معي مجموعة من تجامعات الأمازيغية متفرق علي بعضها في أماكن هلبة لكن كلها متفق علي نفس التسميات دليل أن هذه التسميات كلها كانت تندالت لما كانوا مع بعضهم وهذا الأمازيغ صار من ثمانية إلى عشرة آلاف سنة فاتت فيه أشياء هلبة على فكرة يعني تدل على هذا القدم ولكن اللغات فيه طرق هلبة يحددوا تاريخ هذه اللغات في لغات العالم من ضمنها أحسن طريقة أنا قرأتها شخصيا هي اللغات الهندية والأوروبية وتغير الألفاظ والمعجمة حددوا به كثير من الأشياء المتعلقة بتاريخ اللغة نفسها هذه من ضمن الأشياء اللي ممكن يحدد بها الإنسان اللغة اللي هي قضية الحيوانات وتسميتها والأخير وخاصة الحيوانات الداجنة وغيرها المهم في نفس الوقت اللي صار فيه الزراعة البدائية اللي بنجوها في وقتها حتى التغييرات الطفيفة في التسمية تدل على ترتيب هذا التجين في اللغة الملكة والتفريق عند الأمازيغ بين قبائل يعني الاسم الثابت مثلا طغاط اسم مشترك بين جميع دليلة لأنه كان من أوائل الحيوانات المدجنة عندها وهذا طبعا حتى الاركيولوجيا والبحوث والرسومات كاكوس تدل على هذا ونلقوا كذلك البحوث الأنتروبولوجية تصدق أو تصادق على هذا الكلام بعدين عندنا طبعا البقرة فوناس وهذه نلقوا عندها تسميات تانية ربما لاحقة عليها مثل تموغايت وغيرها ولكن مثل حتى الدجاجة مثلا تقاضيت التغيير الطفيفة النطق هو تغيير نطقي محلي يعني وهو متواتر في كل اللغة وواضح أنه صار في مراحل لاحقة جدا مثل الياو والشين والياو والآخرة وهذا ليس موضوعنا المهم الشاهد في هذا الكلام التوحد والتقارب في الأسماء دليل على وحدة الكيان حين حصل هذا التجين يعني من 8000 سنة أو إلى 10000 سنة فاتو شن هي أهم الحيوانات المدجنة عند النفسيين ممكن نبدو بالمعز تغطى بدرجة أولى اللي تستخدم لأكل لحمها لاستفادة من شعرها اللي تخش في صناعات هلبة بعضها ضاع منها صناعة السيغرس مثلا والتافيكس الحزام حقيقة جميلة المهم في حاجات هلبة مثلا زي مثلا يستخدم في الضفائر هادو اللي يستخدموه فيهم في العصابة والأشياء تدخل في صناعة الزطة من الحبال وغيرها في صناعة الخيام برغن والآخرين وطبعا جلدها من الألبسة في الزمان القديم نقلها عن الليبيين عموما المؤرخين وهذا تشترك فيه كل البشرية لا تسمعوا الشكلام الفاضي كان الأمازيغ بدائيين يلبسوا الجلود على أساس باقي البشرية في نفس الفترة كانوا يلبسوا فيه لحرير البشرية كلها لبست الجلود وكانت جزء من الأشياء التي استخدمها الإنسان الأول في الواقع هذا كان واقع كل البشر زي ما كنته المهم الجلد يستخدم فيه كل شيء من شكوى إلى أعلى تضطرب إلى الرقل الكتابة والجلد نفسه يستخدم فيه المحفظات وتزين لعند وقت قريبها الباء وهذا ذكرته في حلقة القلبي سوفي ومن استغلال الماعز على إيتيحال يعني ومن استغلالات الماعز كذلك غير أكل لحمها لاستفادة باللبن متاعها لوقاغي ولحليب متاعها إيفكي وجبنتها أجيسي وهي من ألد ما يكون على فكرة وغيرها وعلى فكرة نقلت شماخي استخدام الماعز في المطاحن تسيرت المطاحن هذه المطاحن اللي بنجوها في الزراعة الأولية في موسوعة تمتار تلقو مطاحن تقودها الماعز في نفسها اللي تتسمى أسير وعلى فكرة حسب إحصاءات 1930 اللي دارها ديبواء عدد الماعز يرتفع من الغرب إلى الشرق يعني غريان وككلة ويفرن تملك عدد ماعز أكبر من باقي المناطق النافسية والله أعلم شين السبب العليم جيت بعدها البقرة تيفوناسين نفس الشيء الاستفادة من جلودها وحليبها والحمها ودهانها بصورة أوسعة وهذه تم استخدامها في نفسها للحرد حتى 30 وهذا نقله لنا فرانسوادي بوا ونلقوا عدة نصوص عند الشماخي في السير عن استخدامها أي البقرة للزراعة بها من ضمن الأشياء اللي هي النعاج أو تاتن أو الغنم وأهمها نوعين قبل ما يدخل النوع الهاجين الأكتر شيوعا اليوم للأسف شديد هو النعاج أو الغنم البربرية وهي غالبا بيضة وراسها ومرت حتى رقبتها قهوية وما فيهاش صوف يعني الراس ما فيه شي صوف إلا تنتوفها صغيرة وأولية متاعها غليظة هلبة هذا النوع متميز به كل أفريقيا الشمالية وهي الأكتر المقاومة للجفاف هذا النوع من الغنم وعلى فكرة تصنيفها بغليظة الدنب اللي هي الأغنام البربرية زي ما قلت في الأسماء العلمية هذه تمشي مسافات كبيرة هلبا من أجل الرعي وتتبع مكان الأعشاب الطبيعية من الظاهر لعند شفارة وراجعها للجبل وعلى فكرة دنبها أوليتها هي مخزون أكلها زي الجمل على خلاف المزيج اللي مرات ما فيه شي دنب أصلاً ومعلومة جانبية الرعي غالبا مش مهنة مفضلة للأمازيغ إلا قليل منهم فهم يحبوا يخدموا في الزراعة ويقعدوا جراب على القرى متاعهم والرعي غالبا يقوم به الاسم القديم لهم إنيلتيا اللي هم الرعاة والسرعة بمقابل مثلاً خروف لكل 25 راس هزمين قلنا المؤرخين مع شوية شعير وطعام وأحياناً حتى بعض اللباس المهدري القديم النفسي وأغلب الرعاة يجو من الروحة لم تعلم شاشية لقواليش لحرابة لحوامد أحياناً حتى من الرجبان والزنتان ولو كان نفسين ما يفضلوش هذو الأثنين في تشغيلهم وفيه طبعاً نوع تاني من الغنم غير الغنم البربري هو العويس والحق ما عنديش عليه معلومات إلا كونه متوفر في ليبيا من مصراطة حتى الشرق الليبي المهم معا تدجين الساعي هنا بدنا نستفيده من الصوف متاع الساعي ولأنها يعني تولد مرتين في العام على فكرة يعني تقدروا بحسبة بسيطة تعرفوا أن الإنسان البداعي دارها بدكاء يشد نعجة واحدة ويدبحها ويأكلها أو يكتلها ويأكلها ولا يأخذها ويدجنها ويشوف خلال سنة سلتين قداش يدير له فافتراضاً مثلاً لو ولت العمر الافتراضي متاعها هي 8 إلى 12 سنة النعجة با هي العمر الافتراضي متاعها من 8 إلى 12 سنة يعني خلال الفترة اللي هي عايشة أو مدجنة فيه تولد لك 22 يعني لو عندي قطيقة من 10 يولي 300 خلال فترة بسيطة جداً في الواقع أكثر بكثير هذا بس تبسيط لأنه هي أصلاً بتولد وهذه المولودات أصلاً بيولد وبيولد بيولد لكن غيراني بسطيق لكم 10 كيفي ولد 300 في فترة بسيطة جداً المهم وهناي انشهرت المنطقة بصناعة النسيج بسبب الصوف هذا اللي يأخذوا فيه من الغنم اللي بنجوها على فكرة في حلقة بروحها واللي منها منقرضة زي على فكرة مهنة صناعة الفرش اللبساطات متاع جادو الشهيرة اللي بنجوها زي ما قلت في وقتها واللي حقيقة أني ما نعرفش وانتوا صححوا لي يبدو أنها هي مختفية نهائياً وطبعاً النحلي بيجي منها والدهن الدهن هذا يصير مني حاجات هلبة منها صناعة الشمع واللي هلبة صناعة ليه ليس هذا مجالها ومع الغنم النفوسية دجنوا كذلك الدجاج اللي اليوم يعتبر أغلبها دخيل الدجاج النفوسي اللي قديم أسود صغير الحجم وفيه أرقع بيضة وليمية وناي لحقت بنفسي عليه جدي وعليه حتى حلناه يعني من جهة بوي كان عندها هذا النوع من الدجاج والحق فيه نوع شبيه منه اليوم يسمى فيه الفيومي دجاج الفيومي مع أنه ما فيه شي فصيلة اسمها الفيومي حقيقة بالاسماء العلمي وأنا دورت في كل مكان هذا الفصيلة تتسمى الفيومي وهو دجاج الكامبيون دخلوه الإنجليز لمصر وانجح لأنه نوعية تتحمل الحرارة وصبور فانتشر في مصر وبعدها في كل شمال إفريقيا وعلى فكرة ذكرت المرة الفاتد صيد الدجاج وبعدت لي أحد الأصدقاء أنه غالبا المقصود بالدجاج مش الحجل التسكورت وإنما الحباري اللي هو أكبر منه حجما وكان شايع هلبة في الجبل وكان يصطاد بشكل كبير جدا ومازال على فكرة ولكن مش بنفس الكمية اللي كان شايع بها إزمان من ضمن الأسياء اللي دجنها النفسيين وني جدي كان عنده منهم هلبة اللي هو الأرانب الحمام إلى آخرهم فهذه برغم أنها موجودة في البريء لكن كانت تدجل وكانت حقيقة من الأشياء اللي الناس يحرصوا على امتلاكها بعدين عندك الخيل عندك الحمير اللي تستخدم في النقل والحراثة والبني وغيرها وحقيقة فضلها كبير هلبة لأهالي نفسها وعلى فكرة الحمار المفضل عند أهل الجبل وهذه معلومة ربما جانبية كثيركم ما يعرفهاش فيه نوع من الحمير غليض وطويل وصحيح هلبة ما شو بغى لروح حمارة يتسمى حمار هقار والهقار والغالب أنه يجي من الجنوب يعني من جهة أسواق أهل قديمة يعني حسب الوثائق والآخره وهي سيناون درج وفيه مرات حتى يذكروا فيه غدامس من ضمن الأماكن اللي يتباع فيها هذا النوع من الحمار وهو أكثر الأنواع تحملا وصبرا وصلابة زي ما يقولوا وغالبا لونه يكون أشهب ومعها أخطين كحول إلى آخرين بعدين عندنا طبعا الحصان وقداش بنتكلم عن الحصان هذي بحلقة بروحة الحصان القوي والغليد اللي يتسمى الحصان البربري اللي موتنا غاربا شمع الأفريقيا ومنه أخذ الإسبان نفس الفصيلة ونقلوها لأمريكا الشمالية وانتشر وخرجوا منه فصائل هلبة مش هذا طبعا مجالا الحقيقة هو متوفر بكثرة مش بكثرة في الجبل ويتسمى في ليبيا بكل الأسماء إلا اسمه الحقيقي وللأمانة الدولة ما تهتمش بهذه الحاجات نهائيا ولا بتصنيفها ولا بالحفاظ عليها يعني نقصة وزارة الزراعة في ليبيا بينما وزارة الزراعة في تونس والمغرب منضمة كل شيء حتى على الجزائر حقيقة أنا شاهدت هذا بنفسي ومحافظة على سلالات هذه الحيوانات من ضمن الحصان البربري حقيقة مع الناشسية سواضحة في هذا المجال عموما للأسف المهم ذكرت مبكري شوية كذلك لبغل بالنسبة للبغل الأسنوس أو المهم الحيوان هذا بالرغم أنه هو يعني عنده مكانة كبيرة جدا في الجبل وعندها قوة واستطاعة تحمل إلى آخره لكن شبه منعدا في الجبل وما فيش أي ذكر عليه عند أجدادنا بالرغم من انتشاره في كل المناطق العمازيغية الأخرى اللي هي مناطق جبالية لأنه يتحمل الجبل ويرفع كميات كبيرة ويخش المناطق الوعرة والآخره واللي هو هجين ما بين الحصان والحمار المهم هذا بغلب النسبة اللي موجود في الجبل واللي اكتر في فترة من الفترات في جهة الأصابعة وجهة غريان ولآخره هذا جبه الطليان ومن الحبشة الظني وانتشار بعدين معهم من أريتريا والحبشة الاخره لأنه يتحمل مناطق الجبلية الوعرة هو كذلك به عندنا كذلك جمل الجمل كذلك يستخدم في الحراتة واللي تعتبر يعني متأخر روحا ما ولكن من المؤكد موجود قبل حتى الإسلام ولم يحضره العرب كما هو مشاع نعرف أشهر قصة قصة استخدام القائد لمزيغي كاباون في حربه ضد الويندال لهذا الحيوان اللي هو الجمل المهم وإجمل شمال إفريقي حقيقة أن يختلف عن الجمل العربي هو أطول منه ويبدو أنه أعرض منه حسب صديق اللي هو يقرى في أو محضر الدكتوراه جمعة صديق جمعة من كاباو أربما بينيش نذكر اسمها عليتي حال الحيوانات اللي تم تجينها حتى فترة قريبة كان الرفيق الملازم لأهل الجبل وعلى فكرة من هذا بالنسبة للجبل وعلى فكرة من الطيور اللي معاش موجودة اللي هو طائر النعام تكرناه في الحرقة اللي فاتت كان قديما مرافق للإنسان ومدجن صح مش بشكل واسع لكن كان وعليه قصص هلبة اللي هو أسيل بدون شك ومن الحيوانات البرية اللي يسهل تجينها واللي تكلمنا عليها في الحلقة اللي فاتت وبالحلقة اللي فاتت ما ذكرتش كذلك يعني هذا الحيوانات اللي هو أسيل أو النعام لأن النعام تكرتة صحيح أنه هو من الحياة البرية ويصطادو فيها لكن كذلك من الحياة البرية اللي ممكن تجينها وعلى ذكر الحلقة اللي فاتت والحاجات اللي مذكرتهاش من الحيوانات اللي كانت مرجودة ومنتشرة في البرية في جبل نفسي ولو كان ما عندنا ناجع عليهم وطائق اللي هو أزعضوض القرد بدون شك أنه كان منتشر في الجبل ولا دل على انتشاره من انتشار الاسم زعطوت كاسم مكان في الجبلين لأن في قريتي فيه منطقة اسمها زعطوت وفيه مرساون فيه زعطوت وفي جادي وكذلك عندها مواقع تسمى زعطوت أو زعضوض المهم كذلك المرة اللي فاتت ما تكلمتش عليها حيوان بري تاني اللي هو الحلوف أو الخنزير البري وهذا موجود في جبل نفوسة بشكل متقطع يعني بعد الجفاف بدأ ينقص لكن موجود وطبعا الناس الزمان ما كانوا لا يمسوه لا يدوروه وعايش هايمة لروحه وما يقتلوش فيه توم عن انتشار الاسلحة يعني حتى شرف قليلة ماضية استضوه ومش عارف علاش يستضو فيه بالرغم انها أكله محرم يعني فقط القتل من أجل القتل للأسف الشديد وعلى فكرة غالبة ان يجينا من الغابات اللي في شرق تونس والجزائر كذلك فيه الحيوانات المستأنسة وهذه غير الحيوانات الداجنة ها حيوانات مستأنسة والداجنة الحجنة المستأنسة وهي ثاني صدفة بنادم وتعيش في الكلف متاعه ولكن بنادم لا يتعبش روحها بشيدة الجنهة وما يحتاجه أصلا في الأكل متاعه وغيرها يعني اللي تعيش فيه محيط بنادم زي مثلا الفارق قردي تخيولت القنشة تغاردمت العقرب لأفعة ألفسة حتى أسوامي اللي هو شبه منقرد اليوم في الجبل يشبه الأناكاندا غضيد هلبة يسمى أسوامي عندنا في أمازغية جبل نفسه وفيها انواع هلبة من الزواحف محيط الإنسان المستأنس يعني زي تغربيب باتز المومي تأجرمشان تاتا وغيرها المهم هلبة حتى اللي اسمها العربية متاعه ما نعرفه والمرأة اللي فاتتكلمنا عليه الفكورونة والقنفود وهي تعيش حديدة قريبا من الإنسان كذلك وفي الغابات يعني هي مستأنسة ببنادم وبمحيطها كذلك المهم إن شاء الله ما طولتش عليكم هنا بس حبيت ما زلت نعرف في جبل نفوسة بدأنا بالحيوانات اللي تصطاد بعدين الحيوانات المستأنسة المرة جايب نتكلم عن الزراعة وأنواعها وين وصلتها في جبل نفوسة بعدين عندنا طبعا الحضائر اللي دارهم الإنسان ما بنتكلم عن البناية بنتكلم عنه أنقو بنتكلم عنه دوميس بنتكلم عنه حاجات هلبة 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 في العمارة اللي تختص كيف بنادم حافظ عليه هذه الحيوانات في الشتاء وفي الصيف والآخره وهذه حلقة بروحة عليتي حال تحياتي لكم تاني مرتنون وإن شاء الله نتلاقوا في حلقة تانية نتكلموا في لها على بقية تاريخ جبل نفوسة من قال إحنا رنا خمسة في المية أو ستة في المية من عدد الحلقات اللي وعدتكم بهم مئة حلقة وبشوية بشوية نبنوا حتى نصلوا إلى مئة حلقة من حلقات تاريخ جبل نفوسة تحياتي لكم وإلى اللقاء تحياتي لكم